أطلقت السلطات العراقية عملية أمنية في قضاء الثارمية لمواجهة الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابية ومنع تكرار أي خروقات وأسعى العراق إلى معالجة ملف الإرهاب بتزامن مع استعداده لإجراء انتخابات البرلمان في العاشر من شهر أكتوبر القادم تأكيدا على تمسكه بالحفاظ على مقدرات بلاده وعدم السماح بالعبث بها مرة أخرى أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي إطلق حملة عسكرية في قضاء الثارمية شمالي بغداد وذلك لملاحقة الخلايا النائمة في تنظيم داعش الإرهابي عملية هي الثانية من نوعها تطلقها القوات العراقية لمحاربة داعش الإرهابي في شمالي بغداد خلال عشرة أيام مطلوب نتعلم من دروس الماضي دولة ليس ولدكم ولا ولد العراق دولة مجرمين قتلة يجب نتعاون سوية على حماية المنطقة الحكومة موجودة لخدمتكم لحمايتكم وتوفير ما تستطيع نعم عندكم معاناة عندكم نواقص نعم كلها صحيحة ولكن يجب أن يكون عندنا انطباع بالانتمال الدولة الآن بدأنا بالعملية كبيرة في الطارمية سوف نبدأ بعملية كبيرة ننظيف الطارمية من كل موضع قدم لأي إرهابي يستغل هذه المنطقة القادمي دعا أهالي المنطقة أيضا إلى الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أية حالة تحرك مجبوهة في المنطقة لمواجهة عصابات داعش الإرهابية عمليات تطهير واسعة تقودها القوات العراقية بالتزامن مع استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في العاشر من شهر أكتوبر القادم ورغم استمرار الجدل الدائر حول إمكانية تأجيل الانتخابات بعد انسحاب العديد من القوى السياسية والحزبية وتنامي المخاوف من عزوف المواطنين عنها أكد رئيس الوزراء العراقي إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها مشددا على أن الإرادة والصبر والحكمة ستكون الطريقة المثلة للرد على محاولات التشكيك وعرقلة أي إنجاز تحققه الحكومة إلى ذلك يواصل العراق محاولة إنقاذ مقدراته والتمسك بقراره مهما كانت التحديات والتمهيد لمستقبله بطريق مفروش بالأمن والاستقرار على أطلال التنظيم الإرهابي